إلى أي مدى سيؤثر قرار زعيم جبهة فتح الشام النصرى سابقاً بالانفصال عن القاعدة؟ إلى أي مدى سيؤثر في باقي فروع القاعدة ويدفعها إلى قرارات مشابهة؟ سؤال توجهنا به إلى مفتي القاعدة سابقاً محفوظ ولد الوالد الذي قال في مقابلة مع الزميل أحمد بدي إن فروع القاعدة قد تنفصل عن التنظيم الأم في محاولة لتخفيف الضرر الحاصل بسبب وجودها في بعض البلدان هناك كثير من المتابعين للساحة الجهادية وحتى من المنتمين للتنظيم القاعدة سواء من التنظيم الأم أو الفروع يرون أنه قد يكون من المفيد لفروع التنظيم أن تفكر ارتباطها بالتنظيم فهذا فك الارتباط إذا تم يمكن أن يأتي ببعض الإيجابيات من الإيجابيات التي يمكن أن يأتي بها أنه يقطع الذريعة التي تتذرع بها الدول المحاربة في ضرب الأماكن والمواقع التي توجد فيها هذه الفروع في ضرب الدول التي توجد فيها وربما احتلال هذه الدول فربما يرى بعض الناس أن هذه الفروع إذا فكت ارتباطها بالتنظيم بأن هذه الذريعة سوف تضعف وتخف وإن كان لا تزول بالنهاية تجربة في سوريا تجربة جبهة النصرة وفكت ارتباط وتحولها إلى جبهة فتح الشام هذا حقيقة لم يترتب عليه شيء من ناحية إيجابية العالم ما زال يصنفها تنظيما إرهابيا ولا زال يعاملها كذلك ولا زال يستهدف مواقعها ويغتال قادتها ولم يتغير شيء وهذا حقيقة قد يكون عامل مثبت بالنسبة ل أي فرع من فروع التنظيم يريد أن يفك ارتباطه بالتنظيم ويتحول إلى تنظيم آخر ولكن مع ذلك سوف تضعف الذريعة وتخف على الأقل عند بعض الأطراف لكن موجهة نظري أنه إذا حتى يكون فكت ارتباط له نتيجة وله فائدة وله ثمرة يجب أن يكون حقيقة فكت ارتباط يتم بالتراضي ما معنى يتم بالتراضي؟ يعني لا يكون انشقاق لأنه إذا كان انشقاقا سوف يؤدي إلى اقتتال واحتراب داخلي ويحصل مثل ما حصل بين جبهة النصرة وبين تنظيم الدولة في سوريا وحقيقة أنه هذا ضرر محض يعني هذه الفروع تستقل إذا رأت ذلك ولكن أيضا على التنظيم الأم أنه يتفهم مثل هذه الظروف ويسمح لها بذلك ولا يتم ذلك عن طريق انشقاق يؤدي إلى مزيد من الاحتراب والاقتتال الأمر الآخر في حالة انفصال مثل هذه الفروع يجب أن تعلن بشكل واضح وصريح جدا أنها غير معنية أبدا بسياسة القاعدة في ضرب أهداف في الدول الغربية يجب أن تكون واضحة في أنها هي يعني جاءت لنصرة هذه الشعوب الوقف معها في وجه الظلم ودعمها ومهمتها مقتصرة على ذلك يعني ولا تنجر إلى برنامج القاعدة في ضرب أهداف في الدول الغربية وضرب هذه الأهداف كما ذكرت فيها أكثر بمناسبة عليه مآخذ شرعية وعليه مآخذ حتى سياسية وبينت التجارب يعني أن ضرره أكثر من نفعية هذه مسألة مما يشجع على فكرة استقلال هذه الفروع وانفصالها عن تنظيم الأم هو أن بعض هذه الفروع أصلا كانت تنظيمات قائمة قبل القاعدة انضم إليها وهو تنظيم قائمة وهي حقيقة الآن هذه التنظيمات الآن حقيقة ارتباطها بالقاعدة الأم هو في جانب كبير منه ارتباط أدبي فقط وإلا فهي مستقلة على ما أظن في قراراتها في الأمور التي تقوم بها على الأقل في مجالها وفضاءها الجغرافي وأظن أيضا أنه في أمور أخرى هي كذلك لأن هذه التنظيمات بعضها التحق مثلا القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هي التحقت بالقاعدة الأم بعدما أصبحت كيانا قائما وتنظيما موجودا يعني يسهل عليها الانفصال ولكن كما قلت هذا الانفصال إذا تم يجب أن يكون بالتراطي ولا يكون عن طريق انشقاق وعن طريق يعني يؤدي إلى احتراب واقتتال بين المسلمين هذا طبعا من باب تخفيف الضرر وإلا أنا من معروف أن أخالف القاعدة الأم في كثير من أفكارها وأراءها وتصوراتها وسياساتها كما أخالف القاعدة الفروع في ذلك ولكن هذا من باب تخفيف الضرر الحاصل على المسلمين بسبب وجود مثل هذه التنظيمات في بعض بلاد المسلمين موسيقى